أفاد الخبير في الثقافة والتاريخ في مكتب الثقافة والسياحة لتقراي السيد ولدا ماريام نقاش أن قبل شن الحرب كان هناك ما يكفي من الاستعدادات التي يتم القيام بها لتسجيل أشندا في اليونسكو تمت الترتيبات لأجل تسجيل أشندا وعين نواري كالتراثات الثقافية غير المادي في اليونسكو والمستندات المطلوبة لتسجيلها على هذا النحو هي صورة وفيديوهات ووثائق مكتوبة بسبب جائحة كورونا والحرب المدمرة لم يتم الاحتفال بأشندا لثلاثة أعوام وكما أفاد السيد ولدا ماريام نقاش أنه من بعد حلول السلام شعار أشندا هذا العام سيكون عن السلام والشفاء النساء التي تأذين نتيجة للحرب بسبب الحرب أو الأوضاع المأساوية التي عاشها شعب تقراي لم يتم الاحتفال بأشندا في جميع أنحاء العالم وأيضا أفاد السيد ولدا ماريام نقاش أن يجب من شعب تقراي الذي عانى بسبب أوضاع الحرب أن يحافظ على تراثه وأن يتم الاستفادة سياسيا واقتصاديا من خلال الاحتفال بأشندا علينا تخطي المصاعب والتحديات التي واجهناها من خلال الاحتفال بأشندا وعلينا أن نثبت هويتنا والاستفادة السياسية والاقتصادية ويشدد الخبير أيضا أن على الأشخاص المعنيين في التراث الحفاظ على ثقافة وتراث تقراي والعمل على نشرها أيضا